ووردنا نبأ عاجل بالقبض روجترز أفادت بالقبض على الرجل الذي هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس إذن يعني على ما يبدأ أن الأخبار بدأت تتواتر القبض على الرجل الذي هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس من قبل قوات الأمن الفرنسية وبالتأكيد سنواصل متابعة كل جديد حول هذا الحادث الذي جرى في باريس ونستطيع أن نشاهد الآن هذه الصور المباشرة من باريس حيث تطلب قوات الشرطة من الصحفيين أيضا الابتعاد عن المنطقة وهي محيط القنصلية الإيرانية في باريس في حين أخلت المنطقة من المواطنين وفرضت طوقا أمنيا حول القنصلية وقامت بالقبض على الرجل الذي هدد نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس